موسيقى الثالثة صباحا الثانية عشرة بتوقيت جرانات شموزن اخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم شهد الرئيس عبدالفتاح سيسي فعاليات الندوة التثقيفية الاربعين للقوات المسلحة والتي يقيمت تحت عنوان نصر اكتوبر ثلاثة وسبعين حكاية شعب بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر اكتوبر المجيد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة وشهد الرئيس عبدالفتاح سيسي فيلما تسجيليا بعنوان حكاية شعب استعرض يوم السادس من اكتوبر لعام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين ومبثته إذاعة القرآن الكريم فجر هذا اليوم العظيم ثم تم تقديم عرض مصرحي يعرف الأطفال بتاريخ حرب اكتوبر تلى ذلك عدد من الفقرات الفنية كرم الرئيس عبدالفتاح سيسي عددا من أبطال حرب اكتوبر الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين حققوا إنجازات وبطولات في أرض المعركة جاء ذلك خلال فعليات الندوة التثقيفية الأربعين للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر اكتوبر المجيد وحرص الرئيس السيسي خلال تكريم أبطال أكتوبر للقيادات العسكرية على تبادل الأحاديث الودية معهم معربا عن شكره لتضحياتهم التي يقدرها كل مصري أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحروب الإقليمية الجارية يجعل الحكومة ملتزمة بدراسة السينيريوهات المختلفة وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزي جاء ذلك خلال ترأس اجتماع المجلس التنسقي للسياسات المالية والنقدية لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية والسينيريوهات المحتملة للتعامل مع الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان وتداعيات هذه الأحداث على الاقتصاد المصري وأشار مدبولي إلى الاستمرار في العمل على برنامج التروحات الحكومية وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك ضمن برنامج التروحات الذي تنفذ الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ترجمة نانسي قنقر قام دكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة وسكان بتفقد المصابين في حادث انقلاب أوتوبيس على طريق الجلالة العنى السخنة أثناء طلقهم الرعاية الصحية بمجمع السويس الطبي وجاءت الزيارة لإطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة أوضاعهم ميدانيا وتاكد من حصولهم على أفضل وأسرع خدمات الرعاية الصحية وقام نائب وزير بمراجعة التقارير الطبية لكافة المصابين أحرص على زيارة غرف العناية المركزة التي تستقبل ثماني حالات إصابة حارجة كما ظهر خمسا وعشرين حالة أخرى تتراوح إصاباتهم بين كسور وسحجات متفرقة بالجسم مؤكدا استقرار حالتهم الصحية كما أكد نائب وزير أهمية تقديم الدعم النفسي للمصابين إلى جانب الرعاية الصحية لضمان استقرار حالتهم النفسية والجسدية مشددا على ضرورة استمرار تقديم أفضل الخدمات الطبية بأقصى سرعة ودقة مشاهدين انتهى الموجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحملوا تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكوار كود الظاهر من حضراتكم على الشاشة شكرا على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي أنا محمد أنصاري وضمتم في أمان الله